جوع وحرب ومرض ثلاثية المعاناة تحضر جميعها في أبيان يضيع الملام هنا فالدولة الغائبة لا تستطيع مساعدة الناس بتوفير أبسط احتياجاتهم أمراض جلدية كثيرة تنتشر في محافظة أبيان خاصة في مديريتي زنجبار وخنفر أصيب بها حتى الآن 450 شخصاً كإحصائية أولية بأمراض جلدية وفطرية مختلفة من الجرب والجذام وغيرها هذه الأمراض المعدية منتشرة منذ فترة طويلة في المحافظة لكنها تفاقمت في الفترة الأخيرة ما يزيد الأمر خطورة هو عدم توفر مراكز صحية كافية لمواجهة المخاطر الصحية المتفاقمة في المدينة والمصابون بأمراض الجلد لا يستطيعون شراء الأدوية كونها تصرف مجاناً من وزارة الصحة الغائبة عن المحافظة مما يجعلهم يبحثون عنها في الصيدليات الخاصة والتي تبيعها بأسعار باهظة منسق الأمراض الجلية بمحافظة أبيان الدكتور علي الكوماني وجه نداء استغاثة عاجلة إلى السلطة المحلية والمنظمات الدولية وندعو كافة الجهات المعنية الصحية والخيرية والاجتماعية والدولية الإنسانية على لفتة كريمة لهذه المحافظة التي تعاني من كثير من الأمراض الجلدية والأمراض الوبائية منذ سنوات طويلة في كل يوم تزداد الأوضاع الإنسانية خطورة في أبيان خاصة الصحية منها وكأن الناس هنا لا تكفيهم أوضاعهم البائسة لتزيدهم الأمراض الجلدية الفطرية مشاكل نفسية وصحية واجتماعية أخرى فوق مشاكلهم المتفاقمة أصلاً اشتركوا في القناة